قال وزير النقلية التونسي عبدالكريم الهاروني في تصريح خاص لقناة فونسفان كاتخ إن شركة الخطوط الجوية التونسية تونسي ستخضع لبرنامج إعادة هيكلة أواخر ديسمبر كانون الأول المقبل وأضاف الوزير في برنامج ضيف الاقتصاد إن وزارته ستتخذ قرارات وصفها بالكبيرة والمهمة هذه الشركة مرت بفترة صعبة عند ديون ولكن غيرنا فيها مسؤولين ووضعنا الآن هيكل جديد لتسيير هذه المؤسسة وعندها في آخر ديسمبر 2012 مشروع عمتع إعادة هيكلة وسنتخذ قرارات كبيرة في تونسي سار وهالشركة هذه بالصعوبات المالية اللي عندها اللي هي مربوطة بالوضع الاجتماعي ومربوطة بمستوى سعر البترول وبدويون قديمة رغم ذلك الشركة دي عملت موسم خارق العادة ووصلت السناء تعمل من أجل ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف مسافر وأنا قلت لهم عندي ثيقة في المناظرين والمناظرين لتعالشركة دي بش نوصل السناء إلى الرقم القياسي متع أربع ملايين السناء عملنا موسم ممتاز يوم الثنين سبتمبر مثلا اللي هو يوم الظروة وصلنا إلى المنتين وعاشرة رحلة في يوم واحد وحققنا معناتها عودة للمهاجرين في أحسن الظروف وهالشركة هذه أمامها أفاق كبيرة وبداية الإقلاع متاعها ولكن بمشاركة كل الأطراف ترجمة نانسي قنقر